السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم بداية من النهاردة هنبدأ مع بعض كورس الورد بريس بلاجن دوباليمين او تطوير اضافات الورد بريس مبدئيا عشان تقدر تكمل معانا في الكورس ده باجن نكون عندك اكيد معرفة بالHTML ومعرفة متوسطة على الاقل في الPHP بالاضافة الى انك تكون بالفعل اتعملت مع كده الورد بريس وفي الاقل عندك معرفة صفحية بايه هو الورد بريس مثلا تأتي اهمية الكورس ده في الوقت الورد بريس محتل مساحة كبيرة جدا في تطوير مشاريع الويد وخصوص الناس الفيلانسر او المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعني على سبيل المثال اسواق الفيلانسر المشورة مثل سين فورست اكيد اللي امتبعها بيعرفت كم العائد المادي اللي عائد على الناس اللي بتقدر تتطور الورد بريس وده بسبب ان الورد بريس تتحول خلال السنوات الاخيرة من مجرد فكرة انه سكريبت للتدوينات انك تعمل بلوج بالورد بريس ومع الوقت تتحول الى نظام CMS كامل او نظام ادارة محتوى كامل بحيث انك تقدر تمسك الورد بريس وتحوله اي نوع من المواقع اللي انت عائد عمتا برضو ممكن نعتبر الورد بريس كفريم وورك كامل هو بيقدم لك مجموعة فانشن ودوال كتيرة جدا عشان تقدر تتحكم في الورد بريس وتكاستوميزه او تحسنه وتخصصه لحاجة معينة فلذلك احنا بنتخدم بلوجنز وبنكتب فيها الفانشنز وننتعلم ايه فكرتها على مدار الحلقات فحتى برضو اللي بيكتب سيم للورد بريس بيثامنز ممكن ايضا يستخدم نفس الفانشنز والتبع في سيمز هو عبارة عن فريم وورك كامل بس احنا هنا بمستهدف البلوجنز لكن احنا استخدمه في البلوجنز ممكن في اغلبه انك تستخدمه في كتابة سيمز او في اي مكان في الورد بريس وعشان نبدأ ان شاء الله كورت بتاعنا انا هختار اولا ان انا هشتغل على وورد بريس 4.1 الاضطار 4.1 بالاضافة الى انه هيكون الاديتور بتاعي او المحرر اللي انا هكتب في الكود هو النتبينت طبعا لك الحرية انك اختار المحرر بتاعك او ان شاء الله هتستخدم النوت بادل بسيط جدا عشان تقدر تكتب الكود بالاضافة الى ان احنا هيكون معنا صديقين دايما معنا في وهم عبارة ان انت لو دخلت جوجل وكتبت وورد بريس فانشان ريفرنس او النتيجة بحث لها فانشان ريفرنس هو دا صديقنا اللي هيكون معنا تقريبا دايما دي كل الدوال تقريبا الى اللي انا هنستخدم جزء منها بالاضافة ايضا الى الـ وده هنستخدم بعض الاجزاء منها فمن حصن حظ ان الـ فانشان ريفرنس بتاع الورد بريس بسيط وسائل ويحتوي على الـ حتى ان انت ممكن بعد ما تخلص الكورس تتعمق فيه وهتكتسب مهارات كتيرة جدا اكتر من اللي حتى لك في الكورس دا اتمنى المقدمة دي تكون افادت حضراتكو ان شاء الله من الدرس الجاي بالمدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته